مرحبا وكيف الحال سبع مشروبات ابتعد عن شربة نهائيا واحذر منها مهما كانت الظروف لا تقترب منها حسب ما بيّنت الاستبيان اللعب بيناه في القناة في 6% من لعبوا الاستبيان بيحبوا يستهلكوا مباريضات القهوة والشاي مع مشروباتهم الساخنة اليومية بينما 16% من الناس بيحبوا أنهم يأخذوا المشروبات الغازية على شكل يومي 7% منهم بروحوا على البديل الدايت حيقتيقللوا الضرر بينما 9% بروحوا للأصل المليان بالسكر والمدجج بالسكريات وبدائلها بينما في عنا تقريبا 9% من الناس بيحبوا يروحوا على مشروبات الطاقة اللي بترفع الطاقة للسماء 62% من الناس بفضل يروحوا للبدائل الصحية هي الفواكه وعصيراتها الغنية بسكريات الفواكه الطبيعية وهو سكر الفركتوز بحلقتنا اليوم هنحكي عن كل أنواع المشروبات المؤذية للصحة هنحكي بالتفصيل عن 7 مشروبات لا تقترب منها أساساً وإذا شفتها على الطاولة اطلب مي أحتسن لك هنحكي في علقتنا اليوم ونجاوب على أسئلة محورية هنحكي هل فعلاً المشروبات الغازية بتنزل الدورة الشهرية عند السيدات والفتيات وهل فعلاً المشروبات الغازية بتأثر سلباً على الكلة وإذا أنا بدي أشرب هذه المشروبات الغازية هل بإمكاني أشرب كوب واحد في اليوم أو أكثر هنحكي في علقتنا اليوم ونجاوب إنه إيش حكم أو نتيجة شرب المشروبات الطاقة الموجودة بالأسواق وهل يمكن شرب المشروبات اللي عصيرات الطبيعية في اليوم وكم مشروب ممكن ناخد كل هذا التفصيل رح نحكيه في علقتنا اليوم لكن أكيد في بداية الحلقة اكتب لي بالتعليقات هل أنت من الناس اللي بتشرب المشروبات باختلاف أنواعها بالمعتاد وهي شي بتشرب هل أنت بتشرب المشروبات الغازية أم البدائل الطبيعية الصحية وهل أنت من الناس اللي بتشرب المبيض القهوة أو الحليب لتبيض القهوة والشاي عندك كل هذه التفاصيل اكتب لي في التعليقات لأن الناس بتقرأ تعليقك لكن في البداية جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة خلينا نسجل كل التفاصيل حسن اختيار مشروباتك اليومية يكاد يكون اهم من اختيارك لاطعمتك في اليوم الواحد فهذه المشروبات بتشربها اثناء صيامك وبتتسلى فيها بالمقهى وانت جالس مع اصحابك لما انت بتختار هذه المشروبات بطريقة خاطئة فانت بكل بساطة بتقدي نفسك على الدوام يعني حتى الفترة اللي انت بفترض انك ما بتاخد فيها سعرات تيجي هذه المشروبات وبتدمر فيها ما تبقى من فرص شفائك بسبب قطع صيامك في حلقتنا اليوم رح نحكي عن سبع مشروبات ضارة لا يمكن باي حال من احوال الا انها تكون للتسلية لا يمكن انها تكون مفيدة بل عادة رح تكون ضارة اول هذه المشروبات واكثرها قدرة على الاذاء على الاطلاق هي المشروبات الغازية المشروبات الغازية هي الاكثر انتشارة فحسب ما بين الاستبيان لانتوا عبيتوه فخمسين في المية من المشروبات المصنعة اللي بتشتروها من اسواق في الاستبيان هي هذه المشروبات الغازية هذه المشروبات الغازية المحلان غمليانة بالسكر غنية بالسعرات المجانية اللي ما بتعطيك أي شعور بالشبع بكفيك تعرف أنه 35 جرام من السكر موجود في الكوب الواحد اللي بيعطيك 140 سعره يومية حسب مبينة الدراسات مجرد استهلاكها بزيد قنية السعرات بتستهلكها في اليوم 17% وبتزيد وزنك سنوي عند استهلاكها إذا عندك مشكلة في مقاومة الإنسولين بمعدل 5 كيلو في السنة الواحدة في أحسن الظروف لما بتستهلك هذه المشروبات مش بس السكر هو العالي فيها وإنما احتواءها على الكافيين اللي وضيفته ينشطك أكتر ويخليك تحس بشعور الطاقة ويأخر شعورك بالكسل بعد شربها فيها 45 ميلي جرام من الكافيين اللي يعادل شربك لفنجان أو شاي كوب من الشاي أضف إلى ذلك احتواءها على الملح اللي هو تقريبا 40 ميلي جرام أو 30 ميلي جرام من الصوديوم القادر على رفع ضغطك وبيزيده مع وجود السكر الضخم الموجود فيها الفوسفور الموجود فيها ما بيرحم الكلا إذا فيها مشاكل لأنه الكلا رح تصرف كثير من الطاقة للمحاولة التخلص على الفوسفور اللي دخل إلى الأمعاء بدلا من الكارسوم الكال مفروض يتم امتصاصه من الوجبات وهنا منوصل أن نجاوب على الناس يعشق هذه المشروبات كم كوب ممكن أشربها بأمان بكل بساطة مجرد أنك شربها يوميا بعرضك للخطر إذا شربت أنت هذه المشروبات من معدل كوبين في اليوم ترفع فرصة الإصابة بأمراض الكلا وكوب واحد منها في اليوم ترفع فرصة زيادة وزنك والإصابة بأمراض السكري لما أنت عمالك بتشرب هذه المشروبات اللي بيسأل هل بيتأثر سلبا على صحة الكلا فبقولك طبعا بيتأثر على صحة الكلا فهي بتزيد من فرصة تكون حصوات الكلا عندك بالإضافة لوجود الفوسفور اللي بيستهلك الطاقة من الكلا حتى تقدر تتخلص من الفوسفور وكمية السكريات العالية فيها بتزيد التوتر والضغط داخل نفروتنات الكلا ارتفاع الضغط عندك بهلك الكلا على العموم وارتفاع السكر اللي فيها بيزيد فرصة إصابتك بالسكر النوع الثاني اللي 50% من هدوع المصابين بيعانوا بآخر حياتهم مشاكل بالكلا واللي بنتهي بعضهم و50% منهم لمشاكل فشل الكلا وغسيل الكلا لا سمح الله أما اللي بتسألني هل بتنزل الدورة الشهرية تشرب هذه المشروبات الغازية فالإيش الوحيدة اللي بتعملوا هذه المشروبات إنها بترفع مقاومة الإنسولين عندك وبتزيد فرصة إصابتك بتكييص المبايد وتقطع لك الدورة من أولة لآخرة وتريحك منها إذا كنا نحكي عن أطفال أو طفلات فالفتيات الصغيرات اللي بيشربوا هاي المشروبات بتزداد الإستروجين عندهم تقريبا 17% يعني هدول الفتيات في فرصة أكبر إنه يتيجيهم الدورة الشهرية في عمر أصغر من قارناتهم اللي ما بيشربوا هاي المشروبات غير صالحة للاستهلاك البشري أما الحاصل على الترتيب الثاني من الأذى فهي مشروبات الطاقة اللي متروج إلها في الأسواق هاي المشروبات اللي بتحتوي بشكل عام على سكر أكتر من السكر الموجود في المشروبات الغازية عشان تعطيك طاقة وتركيز على أساس إنها بتساعدك في موظائفك العادية عادة بيأخذوها الناس اللي بيفكروا إنه ممكن يزيد نشاطهم الرياضي وللأسف معظم اللي بيأخذوهم من الناس اللي بدلهم جالسين مكانهم وبيحاولوا يزيدوا طاقتهم وما بتعملهم إلا إنها بتخربط النوم عندهم بتقل قدرتهم على النوم بتسبب له بآلام المعدة والطربات في الجهاز الهضمي بالإضافة لزيادة السكر وزيادة فرصة الإصابة بالسكري النوع الثاني هذه المشروبات بتحتوي المكوب الواحد فيها أو العلب الواحد فيها على 41 إلى 45 جرام من السكر في العلب الواحدة والكافيين اللي فيها بيجي 3 أضعاف أو 3 أضعاف الكافيين موجود في المشروبات الغازية يعني بتقدر تحكي إنه مشروبات الطاقة هي مشروبات غازية سوبر بالإضافة لبعض النكيهات والأصباغ اللي بتعطيها نكهة صناعية أكيد لكن مميزة مع كمية سكر ومحليات صناعية حتى تزيد حلاها على حلاها حلا أضر إلى ذلك هذه المهمة بتحتوي على بعض الأعشاب زي جينسينج وأعشاب أخرى ومكونات غريبة عجيبة زي الكارنتين اللي بطبيعتها بتأذي الكلام والغريب في الموضوع أنه سؤال بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عن حكمة شرعي لشرب هاي المشروبات على أساس أن هذه المشروبات فيها كحول حسب ما شفنا أنه ما فيها أصلا كحول لكن الأجانب بحطوا عادة فيها كحول حتى إيش يخلوها مميزة أكتر لكن من حي القاعدة الشرعية للضرر والضرار واللي بشوفه بالعيادة فلما يجيك واحد عمره عشرين سنة مدمن على شرب هاي المشروبات الطاقة عنده ارتفاع حاد في الضغط ويجاني بعد ما دخل على غرفة الغسيل وتلفت الكلام عنده بسبب الارتفاع المفرط بالضغط لشرب هاي المشروبات فأنت بإمكانك تختار تشربها أو تبعد عنها أما المشروب الثالث على قائمتنا فهو أكيد الملكشيك أو المشروبات المتلجة مع الحليب هاي المشروبات قادرة على إخفاء الحلاوة الضخمة الموجودة فيها اللي بتخليك مدمن على استهلاكها بكل بساطة خلايا الضغط عندك مع ارتفاع انخفاض درجات الحرارة اللي ما تأكله بتقل قدرتها على الإحساس بالحلاوة لذا نحط فيها كميات سكر أكتر اللي بتوصل في أحد منتجاتها لخمسين جرام من السكر أكثر من مشروبات الطاقة لما بدك تيجي تحكي عن المشروب التقليدي فيها اللي بيحتوي على الايس كريم والحليب بالإضافة للسكر والمربع بيحتوي على تلتمية وسبعين سعرة حرارية قنبلة من السعرات بسبب سبعتاشر جرام من الدهون والخمسين جرام من السكر إذا أنت بتحب القهوة الإيرلندية المجمدة بالكريمة اللي بتوصل سعراتها لألف ومئة وستين سعرة حرارية فالأربعين جرام من الدهون بالإضافة للخمسين جرام ومئة وتسعين جرام من السكر بالحجم الكبير قادرة إنها تعطيك ستين في المية من احتجاجاتك اليومية من الطاقة فقط بشربة مي حتى القهوة المثلجة الباردة جدا بإمكانك تاخد مئتين سعرة حرارية فيها بسبب خمسين جرام من السكر ما حتعز بحلاوتهم لكن حتحس بلذة مذاقها أما المشروب الرابع على قائمتنا فهو أكيد شرب العصير الفواكه الطبيعي شرب عصير الفواكه الطبيعي مضر من ناحية كمية السكر لإنت ممكن تستهلكها بشربة مي إنت لما بتاخد حبة الفاكهة وبتحللها بتلاقي فيها ألياف سكريات فيتامينات والقليل جدا من المعادن لما أنت بتعملها عصير فالفيتامينات بتحديد الفيتامين سي العالي فيها بتمتأك ستماع الهواء والإضاءة خصوصا إذا تأخرت في شربه بالإضافة للألياف الموجودة فيها واللي بتطعمي البكتيريا النافعة عندك إنت رميتها في الحاوية ويضل عندك السكريات اللي بتطعمي إن كان في بكتيريا ضارة بتطعم البكتيريا الضارة الأسعى الأكثر قدرة على استهلاكها السكر اللي حبت الفواكه الواحدة فيها تقريبا من 12 إلى 20 جرام من السكر وبعدها ممكن يرتفع إلى 25 لكن لما بتشربها على شكل عصير بتصير أنت تاخد من 26 جرام سكر إلى 35 وبعض الحالات إذا أنت حليتها شوي ممكن توصلها إلى 40 يعني كمية السكر موجود فيها لا تقل عن كمية السكر موجود في العصيرات أو المشروبات الغازية الفرق بينها وبينها إنه هذهك مصنعة بالكامل وهذه مش مصنعة هذهك فيها كافيين وهذه ما فيها كافيين لكن كمية السكر والضرع اللي حتصير في الكبد المسؤول عن هضم أو امتصاص السكر الفواكه الموجود فيها هي واحدة كل ما بتشرب عصيرات فواكه أكتر فأنت بتزيد فرصة إصابتك بالكبد الدهني غير الكحولي وبتلاقي كرشك هو كرش الوجعها أما اللي بسألني إنه ممنوع أشرب إشي بالفواكه فبقول له ما في إشي ممنوع في إشي ممكن يضرك وفي إشي ممكن يفيدك لما أنت بتشرب المشروبات زي العصيرات الفواكه والطبيعية على أساس إنها مفيدة لصحتك فإنت فاهم الموضوع غلط هي مضرة لصحتك شربها على شكل سناك أو إنك تشربها لإنك اشتهيتها أو لإنه الدنيا حر وإنت حابب تتسلى في وقت من الأوقات مش مشكلة لكن المشكلة إنك تشربها وإنت مؤمن بينها بتفيدك وهي العكس ما بتعمل إلا إنها بتضرك أما المشروب الخامس على قائمتنا فهي أكيد المشروبات المثلجة زي الايست تي والايست كوفي واللي هي عبارة عن كميات كبيرة من السكر بتوصل لـ 48 جرام من السكر في الكوب الواحد بالإضافة للكافيين السلش بيحتوي على نفس كمية السكريات بس ما فيه كافيين فعشان هيك ضرره أقل من لما بتشرب مع قهوة أو شاي المشكلة لما بتشرب هاي المشروبات الغالية غنية بالكافيين بالإضافة للسكريات فإنها ممكن تعمل بعد بعض الناس غتيان اضطراب في النوم مشاكل في الأمعاء أو بالارتجاع المريئي ضعف في الحديد وامتصاصه بالإضافة لضعف في الخصوبة عند السيدات ممكن تعمل عند البعض دوخة وصداع وإدمان على شرب هاي المشروبات اللي بترفع التوتر والخوف عندها عند الهلع عند هدول الناس بتصيروا معتمدين على هاي المشروبات أما المشروب السادسة قائمتنا فهي مشروبات الدايت هاي المشروبات اللي رغم أن الخفاض المؤشر الجلاسيمي إلها ورغم أن السعراتها صفر إلها إنه برضه بتأذي شاربها فأول إشي بتعرفه أن السكريات الصناعية الموجودة فيها مؤذية في كل الحالات أول إشي ممكن تستخدم غالبا الأسبرتام والأسبرتام معروف في قدرته على تدمير البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء والمرتبط نقصانها وتدمير تنوعها بزيادة الوزن وهدول الأشخاص بيانت دراسات أنهم بزيد وزنهم رغم شربوا ماي المشروبات شغلة الثانية بعض المحليات الصناعية فيها زي الريثروتول وتبين جديد أنها بتأثر سلبا على دورة دموية وبتعمل على زيادة لزوجتها وتكون الجلطات فإنت ما تكون فأر تجارب لسكريات إلى الآن غير مسبدة إنها آمنة لصحة البشر شغلة الثانية أنه هاي المشروبات إن كان عم نحكي عن المشروبات الغازية المحلة بالصناع بالمنوكهات الصناعية أو بالسكريات الصناعية هي فيها الفوسفور نفسه فيها الكراميل نفسه نفس المواد الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية المضرة موجودة فيها فإنت الفرق بس أنه أنت خفطت السكر وبدلت السكر له أضرار جانبية حسب ما بيّنت الدراسات اللي بيستهلك هاي المشروبات بيظلوا عنده الرغبة في تناول مزيد من السكر لأنه بيظلوا عنده ارتباط عاطفي وجسمه بياخد سكريات لا سعرات فيها فبيزيد الجوع عند دون الناس أما المشروب السابع في قائمتنا اليوم فهي أكيد بديل الحليب المبيض للشاي والقهوة هذه المبيضات هي عبارة عن مواد مصنعة فيها أكيد سكر الفروكتوز عالي التركيز على شكل باودر فيها زيوت نباتية مهدرجة مجمدة فيها ملح الصيني اللي بيزيد من احتباس السوائل عندك وبيزيد شعورك بالعطش والرغبة في استهلاك المزيد وبيحسن المذاك بطريقة رهيبة فيه بالأضافة للكازيين اللي هو عبارة عن بروتين الحليب مواد صناعية ونكهات صناعية عشان تعطيك النكهة بالإضافة لمانع تكتل وهذه المرتبط استهلاكه وكثرة استهلاكه بأمراض القلة بالإضافة لمنتجات اللي بتزيد من كمية الرغوة والمرتبط إصابة الأشخاص اللي بيستهلكوها بكثرة بالسلطنات لا سمح الله في نهاية علاقتنا اليوم اكتب لي بالتعليقات إذا أنت بتشرب أحد هذه المنتجات وأديش بتشرب كميات في اليوم إيش اللي أنت بتختاره عادة وهل أنت جديد غيرت هذه المنتجات وتشرب المنتجات زي الشاي أو قهوة بدون سكر سادة يعني اكتب لي بالتعليقات أكثر حتى نجاوب مع بعض فيها الناس بيحبوا يقرؤوا تعليقاتك وبنهاية حلقتنا اليوم إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد ما تبخل لغيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره ما تبخل حالك بأنك تنضم للقناة بتكبس شارط الجرس تأتيك أول بأول إشعارات كل مختر عبالي فكرة مفيدة لك وما تبخل علينا بأنك تعمل لغيرك فإحنا بتشجيعك بنستمر وبدعوكم تنضموا لإعلامنا رائع على الفيس بوك عالم سمارس كيتو عن تفاسنينك في لنت وتقدروا تتابعوا لكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر في المقالة المثبتة بالتعليقات وموجودة بصندوق الوصف وأكيد إذا بدك معلومات إضافية عن كيف أنت تنزل السكر إذا كان مرتفع خصوصا في ساعات الصيام اكبس على الرابط اللي هون ويهدروا حلقة ومشوفكم في القناة القادمة وبأمان الله مع السلامة باي